بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين مرحبا بكم ودائما أسعد بتواصلي معكم من خلال هذه القناة ودائما لكم مني خالص الحب والاحترام والتقدير على كل تعليقاتكم على كل رسائلكم الجميلة والمتلجة للصدر فالله يجعلني عند حسن ضن الجميع وأسأل الله لكم العفو والعافية والخير الدنيا والآخرة ومع مجربة قاطعة المفعول سريعة نتائج بإذن الله لكل من يعاني أو لكل من تعاني من عصيان أبنائها أو زوجها وعدم طاعة وعدم انصياعهم للأوامر مجربة تجعل من الشخص الذي تريد سواء كان ابنك أو ابنتك أو زوجك أو زوجتك أو من يهم أمرك يطيعك طاعة عمياء وينقاد لأوامرك بدون أدنى رفض ويرزقه الله الهداية وترى كأنه سحر ولكن سحر رباني وسحر حلال فأغلب الناس يشتكون من هذا المشكل وخصوصاً مع الأبناء وخصوصاً الأمهات مع الأبناء أو مع الأزواج يعني يعانينا الأمرين وهذا المشكل يسبب حدوث مشاكل مع الأبناء قد يصل الأمر إلى العقوق ومع الأزواج قد يصل الأمر لا قدر الله إلى الطلاق أو مشاكل لا حسر لها فدائماً بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله نجد الحلول المثلة والقوية والدائمة مفعولها والأهم من هذا هو أننا نبقى في رضا الله وتوفيقه وطبعاً ودائماً لازم لنجاح أي عمل ينبغي حصول النية والقلب السليم والثقة واليقين في الله وفي كلامه فائدة بسيطة ومجربة ولكن مفعولها قوي وقاطع بإذن الله تعالى بسر أسرار الثور وآية القرآن الكريم لماذا أقول بين القوصين هذا الأمر لأن بعض الناس يتجهون نحو الشعودة الشعودة طريقها قصير وتبقى حرام مع الله يعني الإنسان ممكن أنه يرى المفعول ولكن بعض أيام قليلة ينقلب الأمر سوءاً إلى أكثر يعني مما كان عليه فما يفعل الشخص وقبل المجربة كذلك وقبل من جئوا للمجربات فهذا المسألة هذه فلازم نخده بعين الاعتبار طريقة التعامل يعني ما نجيبوش كل شيء نحطوه على أنه راكين مس شيطاني أو لا ولكن طريقة التعامل مع الأبناء وخصوصاً خصوصاً مع الأزواج لأن هذا الأمر مع الأزواج واللي يشكل مشكل كبير جداً للنساء فطريقة التعامل تحكم الزوج مهما يكون ومهما يكون يعني في رجولته فيبقى كأنه طفل صغير إذا عرفت المرأة أنها كيفاش تعامل معاه فيكون سخرة صماء يلين يعني يلينه يصبح ك ما نعرفش ولكن يصبح لين في طبع ولين في المعاملة مع الزوجة يعني المعاملة تلعب دور كبير والرجل لا يحب المرأة يعني نيكادية أو المرأة كيف ما كان قوله احنا في المغربية النقارة لا يعني المرأة خصوصاً تكون قبل ما تكون هي زوجة تكون له صاحبة وتكون له حبيبة وتكون له يعني صديقته وعشيقته وكل شيء يعني تتعامل معاه معاملة كأنه في أيام الخطوبة وليس ديك المسألة نحصرها في البيت والمتطلبات والأولاد لا بل يجب أن نتوسع إلى أكبر من هذا الأمر حتى نرى النتائج ما يرضينا سواء المرأة أو الرجل هذا أقوله إذا كانت المرأة بطبيعتها يعني شوية صارمة أو قاسية أما إذا كان الرجل وهو اللي صعب المزاج مهما تعمل معاه المرأة كي بقى صعيب فأنا ذاك لازم أننا نطوعه بماذا نطوعه بكلام الله هناك من الناس من يقول يعني بينك أو صعيم اللغة العامة عندنا توكلوا هذا الشيء يمشي في مجال أو في مساق الشعودة ولكن أنا أقول تشربوا يعني تشربوا الماء يعطي الماء مقري في القرآن وهنا أقول لكم المجربة والله تري كأنه السحر في خلال أيام يعني يعطي نتائج مذهلة جدا إذا كان فيه مس يزول إذا كان فيه يعني الأمر غير يعني الطبيعة نفسية يزول الماء يشرب منه الكل لا يعني الأبناء أو حتى الضيوف حتى أي شخص يشرب لا ضرر منه أبدا بالعكس فإنه يعطي نتائج رهيبة رهيبة جدا 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 وهذه المجربة الأولى أو مجربة واحدة التي أجتلكم عفوا ما يفعله ما تفعله المرأة ونأكل المرأة لأن المرأة هي المسكنة التي تعاني من هذا المشكل تحضر ماء ماء عادي إذا كان ماء نضيف له شوية دي الماء زمزم فخير إذا ما كانش متوفر ماء زمزم فماء عادي يكون طاهر الماء الذي نشرب منه تنفت فيه ثلاث نفتات وتقرأ عليه الفاتحة مرة واحدة ولما نصل إلى إهدنا الصراط المستقيم تكرر 71 مرة أو 313 مرة حسب الاستطاعة ثم تقول اللهم اهدي فلان أو فلانة إلى صراطك المستقيم ثم تقول من بعد ما تنهي الدعاء يا هادي 21 مرة يعني اسم الله الهادي 21 مرة تقول يا هادي يا هادي يا هادي ثم تقول يا من يقول للشيء كن فيكون وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين ثم تسقي الماء للأهل زوجها وأبنائها ولكل من يهمه أو يهمها أمره فبإذن الله وخلال أيام ترى المفعول على تصرفاتهم وعلى تعاملهم معها تداوم كلما لزم الأمر وأحسن شيء أننا ناخد واحدة كمية كافية لمدة ثلاثة أيام يعني ونعملها في براد أو في إناء الإناء اللي كان نوضعهه كان نشربه منه فكل يشرب كل حتى هي تشرب حتى زوجها يشرب حتى أبنائها يشرب أي شخص يشرب فسبحان الله لو تأثير وله طاقة قوية جدا فالماء المرقي ولما ينتهي الماء تكرر العملية فالماء المرقي عنده أو له عجائب في الشفاء نفسيا وروحيا وحتى عضويا لأن الماء يسمع ويتأثر سبحان الله بالقرآن وتبتت دراسات من فترة أن الماء يتأثر لسماع القرآن ويتشكل سبحان الله مجهريا لما بيحتوه وجدوا أنه مجهريا يصبح على شكل باللورات باللورات فمجرد ما كان نشرب إحنا هذا الماء يعني يمكن لأي شخص أن يتخيل ما يفعله الماء في جسم الإنسان إذا دوما عليه وهذا من الأمور كذلك اللي هي أنا مجربها شخصيا فبغض نظر على كمجربة لحاجة ما يمكن الإنسان أن يعمله للشرب على الطول والله العظيم يتغير المدق الدين للماء يتغير مدق الماء بصفة نهائية يعني كتشرب الماء سبحان الله العظيم تحسه مدق آخر متميز والتوفيق كذلك وطبعا من الله سبحانه وتعالى فأنصح كل سيدة تعاني أو كل سيد يعاني أن يعمل هذه المجربة فطاقتها قوية جدا وأسرر الماء المرقي قدرة هائلة جدا في يعني الوصول إلى أي رغبة وخصوصا في انقياد الزوج أو الأولاد لطاعتك فتراهم أنهم يصبحون مطيعين يصبحون لا يعصون لك أمرا يصبحون يعني هادئين والهداية من الله سبحانه وتعالى وأنا أكيد من هذا الأمر عليكم بالعمل ليس بالتجربة ولكن اليقين والعمل فترون ما يسركم وما يدهشكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله